موسيقى لكنه عندما دخل أورشاليم رغم كل معرفة السابقة ورغم تسبيح وهتاف كل الشعب لكن في فئة معينة لم ترضى بهذا الموضوع جماعة الفرسيين كانوا غضبانين على هذا الأمر الفرسيين هم جماعة من المتدينين كانت الفئة الكبرى في أيام المسيح وكثيرون منهم رفضوا المسيح فطلبوا من المسيح أن يسكت صياح الناس ولسيما أطفال والأولاد التي كانت تسبح فقال يسوع المسيح إن سكت هؤلاء فالحجارة تتكلم حقا إن كل شيء حولنا يسبح المسيح وأنا على جبل الزيتون أستطيع أن أرى خطوات أثار المسيح وبصماته مطبوعة في كل مكان مش بس غضبوا على المسيح أن أرادوا أن يسكتوا المسيح لكن بسبب الغيرة والحسد ابتدأوا يدبرون له المكايد لكي يتخلصوا من المسيح وطبعا المسيح أقام العازر من بين الأموات من الجهة الأخرى من هذا الجبل جبل الزيتون في بيت عنيا فقرروا أن يقتلوا العازر حتى يخلصوا على كل المؤامرة أو على كل الهدف اللي جاء إليه المسيح لكن المسيح قال لي سلطان أن أضعها ولي سلطان أن أخذها جاء بترتيب إلهي وعندما صرخت الجماهير أصن أو هشعنا خلص الآن فالمسيح هو مخلص العالم ودخل من وادي قدرون إلى منطقة الهيكل من المنطقة الشرقية تستطيع أن ترى البوابة الشرقية دخل إلى أور شليم